شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحب بكم مع الوسطية الوسطية برنامج حواري نتحور به مع بعض أساتذتنا المختصين وبعض أخواننا أيضا الضيوف ومع الشباب لنصل في موضوع الحلقة نحو رأي وسطي إن شاء الله وحلقتنا في هذا اليوم ستكون حول فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع انتشرت ظاهرة الفتاوى على الفضائيات وبرامج الفتاوى على الفضائيات سواء الإسلامية منها أو غير الإسلامية حتى وتبارد طبعا هذه الجهات وهذه القنوات في استقطاب العلماء وإعطاء الفرصة وفتح باب الاتصالات التي تكلف أموالا لا بأس به من أجل أن يعني بعضهم بنية صالحة وبعضهم من أجل الربح المادي فقط وطبعا مع وجود هذه الفضائيات والفتوى ما عادت تختص بالمستفتي فقط وإنما يسمعها الملايين في كل مكان اختلف العلماء وأحيانا كثرت الشكاوى بناء على هذه الاختلافات التي حدثت بين هؤلاء العلماء بسبب هذا الاختلاف وبسبب هذه الشكاوى كانت هذه الحلقة لنخصصها حول فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع نريد أن نعرف سر الانتشار هذه الفتاوى وبرامج الفتاوى على الفضائيات هل لها فوائد فعلا جلبت الناس إليها بهذه الأعداد الكبيرة وهل فيها مشاكل حقيقية أم هي فعلا محدودة هل هناك شروط لمن يتصدى للفتوى في الفضائيات مرة أخرى المفتي الذي يفتي في مسجد يعني مشكلة يمكن مع شخص واحد لكن الذي يفتي في الفضائية ملايين يسمعوه فهل هناك شروط للمفتي هل هناك شروط للفتوى نفسها هل هناك طريقة لإيقاف المشاكل ومنعها وإذا حدثت علاجها هناك أحيانا شذوذ في الفتوى واحد يفتي فتوى يعني ليس لها أصل ولا ليس لها رأي ولا لم يقل بها أحد يمكن إلا النادر من علماء السلفي أو الخلف فكيف نعالج مثل هذه المسجد هل فيها مشاكل أخرى مثل عدم مراعاة أعراف البلاد شخص في الخليج يفتي لشخص في أوروبا يعني أو مشاكل من نوع آخر قد تكون متعلقة بفقه الأقليات في بلد معينة أو في الغرب بشكل خاص هل هي فتوى هدفها التسهيل والتيسير والبحث عن الرخص للناس هل استعملت مثل هذه الفتوى لتجيير الفتوى لمصالح سياسية ولخدمة أنظمة الذين أفتوا دخلوا أحيانا في قضايا تتعلق بالبيوع وبأحكام اقتصادية وهذه قضية جدا شائكة وكثير منهم غير مختصين في الجانب الاقتصادي وغيرها كثير الحقيقة كل هذا سيكون في حلقة بالتأكيد لن تكفيها حلقة لكن سنحاول أن نركز الحديث لنصل معكم إلى فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع أين الوسطية في ذلك أرحب بضيوفنا طبعا الكبار وأرحب بضيوف المساندين وأرحب بالشباب جميعا وأرحب بكم جمهور الرسالة في كل مكان لمتابعتكم الوسطية اسمحوا لي أساتذتي أسأل الشباب سؤالا ثم سأعود إليكم بإذن الله سأسأل جمهور الشباب في الاستوديو سؤالا لكن قبل ذلك أريد أن أسأل الذين يشاهدون قناة الرسالة وبرنامج الوسطية يستطيع الآن المساهمة معنا في حلقة اليوم من خلال الإجابة بالأسمس على سؤال الحلقة لنعرف نسب من يجيب على هذا السؤال فتاوى الفضائيات ساهمت في تيسير الفتوى ونشر العلم الشرعي هل هذا صحيح؟ الموافق يرسل رسالة بنعم غير الموافق يرسل رسالة بلا وستجدون نسب الإجابات على الشاشة تستطيع أن تعلقوا عليها من خلال أيضا شريط الرسائل وممكن تعلقوا وتروا النتائج أيضا بالمجان على موقعنا الرسالة دوت نت هذا هو السؤال الموجه لجمهورنا الذي يشاهد هذا البرنامج أما الشباب الذين معي في الاستوديو والفتيات فأرجو أن تخرجوا أجهزتكم لتصوتوا معي أيضا على سؤال هذا المحور من هذا الموضوع الهام فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع سؤالي لكم وسأستعمل إجابتكم في الحوار مع الأساتذة والمشايخ حول هذا الموضوع السبب الأكبر في لجوء الناس إلى فتاوى الفضائيات هو سأعطيكم اختيارات الاختيار الأول هو أن بسهولة أحصل على إجابة سهولة الحصول على إجابة لو كنت في البيت أرفع التليفون وأسأل لكن لو كنت ما كان عندي هذه الوسيلة سأضطر أذهب إلى المسجد ولا أروح لجامعة ولا أبحث عن عالم حتى يفتيني هنا في لحظات أستطيع أن أحصل على الإجابة فهذا هو المقصود بالإجابة الأولى لا حد يصوت حتى تسمعوا كل الاختيارات الاختيار الثاني هو الوصول للأعلم قد أكون في بلد العلماء فيه محدودين أو علماء مستواهم بمستوى معين لكني أستطيع من خلال الفضائيات في برنامج فتوى لعالم كبير فأستطيع أن أستفتي بدل ما أستفتي عالم محدود العلم فالاختيار الثاني هو الوصول للأعلم الخيار الثالث يمكن الفتاوى المباشرة التي يمكن أن أسألها للعلماء الذين عندي قد تميل أحيانا إلى التشدد بينما قد أجد العلماء الذين يخرجوا في الفضائيات يراعوا ظروف الناس يعرفوا من العلم الشرعي ما يعطيهم باب أكبر في البحث عن مخارج شرعية وليست غير شرعية مخارج شرعية تسهل الفتوى فالإجابة الثالثة تتكلم عن إجابات غير متشددة مرة أخرى إذن التصويت سيكون كالتالي السبب الأكبر طبعا كل هذه أسباب لكن السبب الأكبر في اعتقادكم في لجوء الناس للفتاوى على الفضائيات تختار أحد الإجابات الثلاثة الأولى سهولة الحصول على الفتوى الذي يختار هذا يضغط الزر الأول اختيار الثاني الوصول للأعلم من العلماء تضغط الزر الثاني والإجابة الثالثة الحصول على إجابات غير متشددة تضغط الزر الثالث صوتوا لو سمحتم بعد تصويت الشباب سنأخذ النتائج فورا وسأتحاور أولا بسرعة سأأخذ رأي الشباب في البداية لماذا صوتوا بهذه الصورة ثم سأمر على أخواني الضيوف المساندين وبعد ذلك سأبدأ الحوار الرئيسي مع أخواني وأساتذتي العلماء الموجودين معنا في الأستوديو لكن كل هذا بعد الفاصل إن شاء الله اشتركوا في القناة في بلد الحرمين وفي جدة تم إنشاء أحدث كلية للعلوم الطبية والتكنولوجية بي أم سي إمكانيات متفردة وبرامج مميزة لدراسة الطب على أحدث النظم والمناهج العالمية بي أم سي كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجية بداية جديدة لمستقبل أفضل يورك ويف ستائر أمريكية عالية الجودة لحجب أشعة الشمس والحرارة دون حجب الرؤية تحجم الموجات فوق البنفسجية عزل فعال لأشعة الشمس دون حجب الرؤية يورك ويف من سيدار فخر الصناعة الأمريكية لا تساعد على الاشتعال مقاومة للفطريات والبكتيريا يورك ويف حصرياً من سيدار الرياض جدة الخبر الدوحة مسقط أبوظبي دبي الشارقة العين شكراً لكم أهلاً بكم مرة أخرى مع الوسطية ونحن نناقش في هذه الحلقة فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع كنت قبل الفاصل قد سألت الشباب في الأستوديو سؤالاً حول لماذا يلجأ الناس إلى الفتاوى في الفضائيات وعطيتهم ثلاث اختيارات بسبب سهولة الحصول عليها بسبب أنهم يستطيعوا أن يلجأوا لشخص أعلم من يجدوه حولهم أو بسبب حصول على إجابات أو فتوى متساهلة غير متشددة كانت إجابات بعد ذنكم أناقش الشباب قليلاً كانت إجابات الشباب تصويتكم كانت بالنسبة التالية الذين قالوا بسبب سهولة الحصول على الإجابة 45% الذين قالوا بسبب وصولهم للأعلم 35% والذين قالوا أنهم يستطيعوا الحصول على إجابات غير متشددة كان 20% فتنوعت الأسباب لكن كان السبب الأسهل سهولة الحصول على الفتوى كان هو صاحب النصيب الأكبر نأخذ بعض التعليقات من الشباب اللي يحبوا ويعلقوا والفتيات أيضاً نبدأ ببنتنا الكريمة والله نمتهيالي أن هو رقم ثلاثة الناس دلوقتي بتسعى أن هي تحصل على الإجابات غير متشددة نعم لأن سهولة الحصول على الإجابة المفروض يعني لو أنا هسأل على حاجة أو أمر بيشغلني وأنا مش عارفة رأي الدين فيه فالمواضع مش هيبقى سهل يعني أنا مش عايزة مش هبقى عايزة أحصل على إجابة سهلة أو مش هتتصل عشان يا جماعة ده أنا مش عارفة رأي الدين في الموضوع ده لا ده أنا هروح واجي وهسأل شيخ واثنين وثلاثة عشان الأمر ده هممني نعم وأنا خايف أقع في معصية أو في حاجة غلطية هذا أنت بس في ناس يبحثوا عن الإجابة السهلة صح؟ في ناس أوه فدي ممكن يعني والوصول للأعلى من المفتين متى العلماء اللي بيتسئلوا دلوقتي في الفضائيات أنا مش عارفة مين فيهم أعلم يعني هما كلهم بيتسئلوا فبرضو استبعدت الموضوع ده فهمت هالي الناس دلوقتي بتسعى للوصول الإجابة الغير متشددة نعم طيب شكرا يا بنتي ما شاء الله طيب خلينا ناخذ ابننا الكريم أنت شخصيا تبحث عن إجابات غير متشددة؟ لا بداور على الإجابة الصحية عاوز الإجابة كيف تعرف الصحيحة؟ من العلم الكويس يعني طيب إذا ستبحث عن الأعلم مفروض الإجابة الثانية أنت صوت على الثانية؟ لا التالت أنت طيب مفروض حسب كلامك تصوت على الثانية طيب ناخذ ابنتنا اللي فوق تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الإجابة الثانية؟ في رأيي لأن مع الأسف بعض الناس بيعتقدوا أنه كل علم بيطلع في تلفزيون دلوقتي بيبقى فاهم كل حاجة أو هو ده العالم اللي ملم بكل حاجة والناس بيطسك فيه جدا طيب هما الفضائيات نفسها لما اختارت هذا العالم ليظهر في الفضائيات ما اختاروا يعني بناء على أنه هو مشهور معروف صاحب تمكن بزرق ولا اختاروا واحد عادي لا هو بيختاروه على إسان هو مشهور ومعروف نعم مش بالضرورة يكون أعلم مش عارفين مش كوك فيها بس الناس بتسك في دوت علشان خاطر هما بتسك في الفضائيات نمر على ساتذتنا الكرام ساد دكتور محمد البنة ساد العقيدة في جامعة عمر المختار بليبيا أستشعر في الأمر أن الشباب الذين يسألون أو الناس بصفة عمل الذين يسألون يبحثون عن مفتي تصحبه صفاتين ملاصقتين حق شرعية وخشة قلبية مفروض هذا نعم خشة قلبية هذه كيف نقيسها شكله كده تقي لا 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 ولكن في محمود السيرة ومحمود السلوك سنعت لهذا سنعت لشروط المفتي نعم طيب الآن على المحور هذا فقط لماذا أستاذنا يلجأ الناس للفتوى أعتقد أن أستاذ حامد تحييك الله سعيد بوجودك معنا أعتقد أن الأسباب الثلاثة كلها هي من الأسباب التي ساعدت على لبوة الناس لا شك كلها لكن في ظنك أي والأكبر الرئيس في نظري هو سهولة الحصول على الفتح سهولة نعم لأن لو قلنا أنهم يلقون الأعلم نحن نجد كل برامج الفتاوى تنهل على ضيوفها أسئلة كثيرة صحيح فلم نجد الأعلم فالناس لا تميز يعني فعلا أي مفتي تحطها على القنوات ما شاء الله الاتصالات ما توقف لو قعدت الحلقة 10 ساعات ستتوارى الأسئلة نعم وعند المشكلة وأيضا المتشدد والميسر هؤلاء يعني عندنا نمازك من المعروفين بالتيسير والتجديد نعم كلهم أيضا تنهل عليهم الأسئلة بكثرة فالساب الرئيس في نظري وسهولة الأسرار فأنت توافق الشباب أن هذا هو الساب الرئيسي أستاذ ما كنت أتمنى أن يضاف عام الرابع وهو العالم المفضل العالم المفضل زي النجم المفضل بالضبط نعم نعم هو ما أشبه ذلك نعم حتى لو كان هذا العالم داعية وليس عالم حتى لو كان ضعية واعز أنا عايز أستفتيه لأني بحبه لأني سمعته كتير وحبيته نعم الحاجة الثانية إن هي واللي بميل إليها هي الفتوى ديليفري ديليفري يعني فتوى ديليفري يعني بسر التليفون بتجري فتوى سهولة الحصول على الفتوى سهولة الحصول نعم شكرا أستاذي أستاذ دكتور عماد تفضل شكرا أدك بسم الله الرحمن الرحيم أنا بس حضر بصوت صوت دكتور رمضان على إن المسألة بس هي الاختيار الأخير محتاج تعديل أنا في نظري إنه مش هو الإجابة غير المتشددة غير المتشددة ولكن الإجابة التي توافق هوايا آه يعني أنا بدور على الإنسان اللي أنا مقتنع به لأنه بيوافقني فبسأله عشان يطلع إجابة توافقني ايه نعم وليست إجابة بغض النظر ممكن أكون أنا متشدد نعم وعايز إجابة متشددة نعم أو أنا عايز إجابة تسهل الأمور فبالتالي بلجأ للشخصية اللي أنا شايفة أنها بتسهل الأمور نعم فهي الإجابة الموافقة لما أجدوه مناسبا لي بس من الأسباب هذه تعتقد السبب الأكبر هو فعلا سهولة الحصول على الفتوى آه السهولة الناس تتصل بالمئات الألوك السهولة ممكن تكون هي العامل الأكبر هي العامل الأكبر في ظنك طيب شكرا ضيوفنا الرئيسيين سعيد بوجودكم معنا وسأعرف كل الشخص منكم في حينه وسنمر عليكم إن شاء الله واحد واحد نتعرف عليكم ونتعرف عن رأيكم دعونا نبدأ بضيفنا الكبير الساد الدكتور عبد الحميد العبيدي نرحب بك أنت من العراق نعم حاليا مقيم في القاهرة ولك برنامج في الفتاوى على أحدى القنوات الفضائية فأنت مشارك في هذه المسألة بشكل واضح والناس تتصل بك لتستفتيك نعم في ظنك نحن سنأتي للفتوى وشروطها والمفتي وشروطها لكن الآن نحاول أن نحلل هذه الظاهرة في ظنك من الأسباب التي ذكرناها أو غيرها ما هو السبب الأكبر في سر إقبال الناس على هذا حقيقة من حيث الأكبر السؤال الأول لأنه ليس كل الناس تستطيع أن تصل إلى العالم أو تعرف العالم أو ما شاكل ذلك فلذلك سهولة الاتصال هو الأغلب لكن هذا لا يعني أنه يسأل من أي مفتن كان نعم وإنما هو سيميل إلى العالم الأكثر علما كيف يعرف حقيقة المفتني اللي يظهرون على التلفزيونات وعلى الفضائيات ليس بالضرورة هم الأعلم نعم فهناك علماء لم يظهروا على الفضائيات وهم أعلموا من هؤلاء بكثير طيب ليش الفضائيات ما اختارت الأعلم واختارت هذا قد يكون هو لا يوافق على أن يأتي عندنا علماء كثير لما نتصل بهم هو لا يرغب هو لا يرغب وإنما العبرة بالإنسان عبرة بعلمه هذه صحيحة بس الفضائيات ما تنظر إلى هذا المعيار؟ والله بعضها تنظر والبعض الآخر يريد أن يكون هناك عالم يستطيع أن يقنع الناس بالأدلة التي سيأتي بها والأقرب للشريعة نعم أما الرأي الثالث أو الاختيار الثالث إذا كان الدليل الذي يستند إليه المفتي دليل أقوى وكان أسهل نأخذ به لقوة الدليل لا لسهولة بس الناس ما تبحث عن المتساهد؟ قد يكون تبحث عنه ولكن ليس بالضرورة لأن أكثر الناس عندما يسأل هو في داخله يريد الإصواب يريد ما يقربه إلى الله وليس الإحتيال والالتفاق شكرا دكتور رحنا ندخل في التفاصيل دكتور رجب أبو مليح حياك الله وأنت في النطاق الشرعي لإسلام أونلاين فأنتوا داخلين في الفتاوى بس من جانب الإنترنت سامحنا نريد موضوعنا عن الإنترنت لأن الإنترنت أكثر انضباطا الحقيقة وفيها مجال للسؤال والرد والجواب وأكثر بكثير من الفضائيات ولذلك أنا أهنعكم على وذلك أن أنصح الشباب أن الفتاوى بالإنترنت وبالذات إسلام أونلاين ما شاء الله وأسلام اليوم هذه المواقع المتميزة فعلا فيها تدقيق في الفتوى أكثر بكثير من الفضائيات مع الفضائيات فدعنا نركز على هذا بسرعة في ظنك ما السبب الأكبر الذي يدعو الناس إليها هو السبب الأكبر بسم الله ورحمة الله صلى الله عليه وسلم هو السبب الأكبر فعلا السهولة والسهولة معناها السهولة في فعلا في المصول إلى الإجابة والسهولة في طرح بعض الأشياء التي قد تكون محرجة إحراجا شديدا كعلاقة مثلا خاصة كوقوع في معصية كبيرة يستحي المستفتي أن يذهب إلى إنسان يراه ويعرفه نعم فيسأل عن طريق التليفون عن طريق كذا فبهذه الطريقة يستطيع أن يقول كل ما عنده دون أن يداري شيئا تعرف أنا كنت حق هذا الاختيار الرابع نعم أنه لستر نعم بس بعدين الجماعة في الإخراج قالوا شيئا لها ما أحد حيتصل للستر لأنه قاعد يتكلم أمام الناس نعم هو في الغالب لا يرى هذا الذي يتصل على عالم ليسأله نعم فهو لا يرى حتى احنا كثير من الفتاة التي تأتين على التليفون لا نسأل المشتفتي من أنت وما اسمك حتى لو سألتها يعطيك اسم مزور بالضبط فهنا نحن أسأله حتى يقول كل ما يريد فأنا أظن هذا السبب أساسي نعم الستر والسرية الستر والسرية والسهولة الوصول إلى الإجابة وإرسال السؤال شكرا رحب طبعا بأستاذنا الكبير عبدالخالق الشريف سعيدين بوجودك معنا شيخ الله يكبر وأنت رئيس المنارات اللي هي مركز رئيسي لدراسات الشرعية نعم فنرحب بك طبعا متخصص كبير في العلم الشرعي حياك الله بسرعة رأيك في الاستفتاء أنا رأيي أن الجمهور يبحث عن أكثر الناس علما نعم ومع ضعف الخريجين من الكليات الشرعية نعم بل ربما بعضهم لا يحسن قراءة القرآن أو بعضهم لا يمكس في المسجد حدث نوع من فقد الثقة الناس فقدوا الثقة بالعلماء الموجودين في المساجد الصغار يعني نعم 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 واصبحت يعني نقولهم قليلة نعم ورتيبة ويعني كما يقال حتى العفو شيخ حتى لو كانوا متمكنين يعني أنا ممكن أسأل إمام المسجد الذي عندنا وهو متمكن ممكن أسأل مثلا والله أحد أكبر العلماء الذي يظهر في الفضائيات فما الذي يدعوني لسؤال شيخ مدام بنفس السهولة أستطيع أن أسأل هناك وبعدين أعوزين نقول إذا كان خارج الفضائيات هناك من أعلم نعم هل السئلة بتاع الفضائيات محتاجة أعلم أعلم وأعلم نعم أغلبها أسألة عامة عامة بسيطة وسهلة وبسيطة جدا نعم ولكن المستمع بيجد فيها راحة أنه بيرى وجهه المجيب بيستشل من علامات وجهه وقسماته طمأنينة نفسية نعم فهذا الاتصال بالصورة والصوت بيعطي المستمع يوم من الإحساس القلبي بسلامة هذا الأمر طيب على أننا نتمنى أنه كل الفضائيات بتتوخى اختيار الاختيار اللي أعلمنا نعم طيب شكرا نحن ندخل الآن بالتفاصيل بس بعد ما نأخذ أستاذ محمد الباز أنت صحفي وكاتب ولك رأي مضاد للفتوى في الفضائيات لا مش رأي مضاد أنا بس عايز أفسر حاجة بسرعة أنه الفضائيات يعني أحداثت ما يمكن أن نسميه بفتنة الفتوى في العالم الإسلامي فتنة الفتوى نحن سنأتي لمشاكل الفتوى لا أنا بس استغلت حاجة الناس المسلمين إلى السؤال عن كل صغيرة وكبيرة في حياتهم مهما كانت يمكن حسمها بالعقل وبالمنطق وبالقراءة استغلت هذا وتوسعت في برامج الإفتاء بس العقوة لو لا في متصلين فأصبح هناك تلاقي ما بين رغبة المسلم أنه يسأل في كل صغيرة وكبيرة وبين هذا الكم الهائل من برامج الفضائيات أن منطق الفتوى بعد الفتنة منطق الفتوى أن أنا أبحث عن من يرحني زي ما قال الأساتزة على من يوافق هوايا فأبحث عن من يوافق هوايا وعلى هذا الأساس ظهر عدد كبير جدا من المشايخ الفتوى لما حضرتك سألت هل يتم الاختيار أعلامهم أو أوسامهم هناك معايير كثير جدا تدور في الكواليس في الاختيار قد يكون الاختيار يتم على أساس من يستطيع ترويج نفسه والإتيان بالرعاة لبرنامجه وإلى آخره فيطلع قدامي حد هزيل جدا وما عنده دراية كافية بالأمور فيلخفط الدنيا نعم يعني هذا الدعاء يحتاج إلى دنيا ممكن أعرفه أنت تعرف ممكن أعرفه طيب خلونا ندخل في محاول النقاش هل الفتوى دكتور أستاذنا عبد الحميد هل ساعدت في إظهار علماء جدد أبرزتهم وأشارتهم للناس حقيقة المفتن اللي ظهروا على التلفزيون هو عالم قبل أن يأتي إلى التلفزيون يعني لم يكن عالما بعد أن ظهر على التلفزيون لأنه ستظهر عوراته نعم فإذا هو ابتداء لا أنا ما أتكلم أنه صار عالما نعم بس هي أبرزته أشهرته نعم من حيث الشهراء أبرزته فلها هذا الدور وهذا دور إيجابي نعم دور إيجابي لأنه دلت هذه الفضائيات على أن هناك من يسأل في الفتية ويستطيع أن يجيب الجواب السليم بحيث لما يسمعوا علماء آخرين لا يعترضون على فتية جميل طب دكتور رجب هل ساهمت في تخفيف التعصب المذهبي لو تركناها للناس كل واحد سيسأل علماء بلده اللي هم من مذهب معين بينما بالطريقة هذه قضية التعصب المذهبي ذابت نعم يعني الفضائيات ساعدت في هذا الأمر بشكل كبير وأصبح الإنسان الآن لا يقتصر مثلا على المفتي الذي هو مذابه مالكي فيفتي بالمذهب المالكي فقط على طول الخط أو الشافعي أو حتى السني والشيعي نعم ولكن أصبحت المسألة مطلقة في بيسمع الرأي والرأي الآخر وإلى حد ما وجد فيه قرب ما فيش الحد الفصل اللي كان في أزهان الناس إن فيه مالكي وشافعي بأدول كأنهم بينين ففعلا ساهمت في تدويب التعصب المذهبي في هذا الأمر طيب شكرا شيخ عبدالخالق من تتبعي لهذا الذي يحدث هل هو فعلا فتاوى ولا هي فعلا بيان أحكام خلينا أشرح بس لشبابنا والجمهور الفرق بين الأمرين لما أسأل واحد يسألني واحد يقول لي صلوات كم واحدة أقول له خمسة هل هذه فتوى هذا بيان حكم طيب الشروط الصلاة كذا طيب المبيت بمزدلفة واجب هذا بيان حكم أما الفتوى فالفهم للفتوى أن في شخص له حالة معينة ونريد هذا الحكم الشرعي نطبق على حالة هذا الشخص يعني إسقاط الحكم الشرعي على حالة أو نازلة أو موقف معين وبالتالي لازم نفهم تفاصيل هذا الموقف أنا أستطيع أن أقول معظم الذي سمعته هو بيان أحكام وليس فتوى هل هذا صحيح؟ هو فعلا معظمه كذلك نعم يعني يعني أعودين أولا بالنسبة لسؤال القلمضى هو الفتوى زكاة أظهرت علماء فعاوزين نقول أنه كل زمان ليه وسلته في الإظهار نعم يعني كان زمان يسير الرقب يحمل خبر الشفاعي للناس نعم فهذه هي وسيلة العصر والأسئلة الأكثر نحن بيطلع الفضائيات ونجبع الفتوى أكثرها كذلك نعم هي عبارة عن أشياء اللي وقال عنها الإمام الشاطبي اللي هي الأسئلة العامة اللي هي معلومة لدى الكافة فهذا معروف لكل لكن أحياناً لما بيتنا سؤال ويبدأ يتظر فيه الخصوصية بنتظر لنتحاور مع السائل حضرتك أنت تقدم الفتاوى في بعض الأحيان وتفعل هذا أفعل هذا نعم أنا لا شفت ولا رأيت صحيح وهكذا يحطات الإنسان لنفسي طيب إذن معظمها هي بيانة أحكام لكن في حالات معينة هي فتوى نعم بس سؤال سريع آخر دكتور لو أنا استفتيتك وفصلت معي وبعد ذلك عرفت أنت الحالة وأجبتني هل فتواك ملزمة لي؟ لا مش ملزمة يعني ممكن ما لو ما عجبتني أروح أتصل بالشيخ عبد الحميد الأمور الأمور تحمل يعني إذا كانت فتوى أو إظهار حقيقة شرعية في أمور قطعية نعم واضحة وبين العالم المدرك أن الإجماع قد تم عليها بما لا يحتمي اللبس صارت ملزمة لقطعية دلتها وسألنا أنا مش مطمئن ممكن أسأل واحد ثاني لا يسأل آخر لا يتأكد فإذا كانت قاطعة سيجيبني بنفس الجواب بنفس الإجابة طيب لو ما عجبتني الفتوى يعني دبرها يا شيخ شيخ دي بقى ما ينفعش لأن الإسلام أساساً دينيوس نعم فأنا بنعطيه الأمر الذي فيه سعة نعم ونسع الناس ما وسعهم الإسلام نعم دخلينا أسأل الدكتور عبيدي أسألك عن حادثة حدثت في العراق عندكم نعم بس من زمان جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو صاحب المذهب المشهور الحنبري فسأله في فتوى فأفتاه نعم فتغير وجه الرجل ومضى فناداه الإمام أحمد فرجع قال لعلي شققت عليك نعم يعني كانت الفتوى شديدة عليك نعم قال نعم قال اذهب إلى فلان نعم فإنه يفتي بغير ما أفتي نعم حقيقة الإمام أحمد بن حنبل هو محدث أكثر منه فقيه ولذلك قد نجد له في المسألة الواحدة أدت فتاوى كل ما صح عنده الحديث أفتى بذلك نعم بعض المسائل 12 قول له بسنا ليس في موقف تقييم الإمام أحمد أنا سؤالي عن المبدأ نفسه أني لو ما عجبتني فتوىك نعم ممكن أذهب لي واحد آخر نعم الحقيقة لما نأخذ القاعدة التي تقول ليس قول فقيه حجة على فقيه آخر نعم لكن هنا ننظر إلى الدليل فإذا كان هذا الدليل قطعي والثاني أفتاني بدليل ظني لا يجوز لي الأخذ بالدليل ظني سعفوا معظم الناس يشعرفهم يعني طيب ما هو العالم عندما يأتيه فيسأله يرى ما يصلح ذلك و جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلين للجنة قال لا تكذب نفس السؤال سؤال من قبل آخر قال برغ والديك وسؤل إذن الفتية تكون حسب ما يصلح دكتور انظر لها من جانب المستفتي المستفتي ما يعرف هذا العالم ما يعرف حجيته ما يعرف دليل صحيح ولا ضعي إنسان عادي العبرة على العالم نفسه اللي يفتي نعم هو أفتب ما هو مقتنع به الآن سؤالي عن المستفتي نفسه نعم لو ما عجبته الفتوى ولا كانت شاقة عليه هل في حرج أن يذهب لعالم آخر أبدا ما في حرج أبدا لأنه ليس عندنا دليل بأن هذا المفتي هو الذي لا يرد عليه قول نعم ليس قول فقيه حجة على فقيه أخر فمن حقه أن يسأل ويسأل ويسأل طيب أستاذنا هل في مشاكل في الفتاوى في اختلافات العلماء متى تتبعكم الصحفي لا بتعمل حالة طبعا من البلبلة في بلبلة في بلبلة يعني وشاهدت مصر في الفترة الأخيرة حالة من البلبلة بسبب أنه فتوى تصدر من برنامج معين مثل فتوى رضاع رضاع الكبيرة من برنامج معين نعم فترد عليها يعني علمها في برنامج آخر ويبدأ في حالة من النقاش العلمي اللي هو الرجل العامي لا يفهمه نعم فيجد نفسه متورط وطرف في قضايا هو مش فهمها لا ليه دعوة بالأدلة القطعية ولا بالأدلة الظنية ولأي علماء قاعدين بيشوهوا في أراء بعض بسبب اختلافات العلماء فطبعا فطبعا هذه الاختلافات بتحدث نوع من البلبلة هذا سنتحدث عنه في المحور التالي بعد الفاصل سأسأل الشباب سؤال آخر لكن قبل السؤال وذكر جمهورنا في الرسالة في كل مكان متابعين للوسطية أنهم يستطيعوا المساهمة في إبداء رأيهم كانوا كثير من الحقيقة من الناس قالوا أن يريد تعطونا فرصة نقول رأينا نحن لا نستطيع أن نعطيكم فرصة في كل شيء لكن نعطيناكم فرصة على الأقل في هذا السؤال فتاوى الفضائيات ساهمت في تيسير الوصول للفتوى وساهمت كذلك في نشر العلم الشرعي الموافق على هذه الجملة يرسل رسالة SMS بي نعم غير الموافق يرسل بلا ترون النتائج والنسب على الشاشة وتتغير مع تغير تصويتكم وترونها كذلك وتعليقكم عليها إذا أحببتم في الانترنت الرسالة دوت نت الآن السؤال للشباب لو سمحتوا تأخذوا أجهزتكم عند حاجة أحدكم للفتوى الأفضل أن يرجع إلى وسأعطيكم ثلاث اختيارات أحد علماء البلد وطبعا ليش علماء البلد لأنهم الأعلم بأحوالكم وظروفكم وأعرافكم إلى آخر أم الأفضل أني ألجأ إلى أعلم من أجد طبعا أعلم من أجد وأستطيع أن أصل إليهم والذين في الفضائيات فأعلم من أجد في الفضائيات أو أني لابد أن ألجأ إلى هيئة فتوى رسمية ولا مجمع فقهي فألجأ إليه فاضلوا صوتوا لو سمحتم نتائج التصويت ستظهر ونعلق عليها بحوار مع ضيوفنا الكرام وسندخل في محاور أخرى مهمة شروط المفتي نفسا الذي يفتي هل كل واحد من حق أن يظهر ويفتي ثم سندخل في المشاكل التي تسببت فيها هذه الفتاوى لكن بعد الفاصل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر عزل فعال لأشعة الشمس دون حجر الرؤية يورك ويف من سيدار فخر الصناعة الأمريكية لا تساعد على الاشتعال مقاومة للفطريات والبكتيريا يورك ويف حصريا من سيدار الرياض جدة الخبر الدوحة مسقط أبوظبي دبي الشارقة العين في بلد الحرمين وفي جدة تم إنشاء أحدث كلية للعلوم الطبية والتكنولوجية بي أم سي إمكانيات متفردة وبرامج مميزة لدراسة الطب على أحدث النظم والمناهج العالمية بي أم سي كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجية بداية جديدة لمستقبل أفضل شكرا لكم أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع الوسطية ونحن في هذه الحلقة نتكلم عن الفتاوى في الفضائيات بين النفع والمنع وكنت قد سألت الشباب سؤالا حول هذه المسألة لكن قبل ذلك أذكر جمهورنا الذين يتابعون الرسالة أنهم يستطيعوا المساهمة بالتصويت بالأسمس على هذا السؤال والإجابة عليه فتاوى الفضائيات ساهمت في تيسير الحصول على الفتوى وتيسير العلم الشرعي للناس الموافق على هذا يرسل برسالة بنعم غير الموافق يرسل رسالة بلا النتائج ستظهر على الشاشة والنسب وتتابعون الآراء إذا شئتم أيضا على الشريط وتتابعوها كذلك في موقع الرسالة دوت نت بعد ذن المشايخ بس نأخذ نتائج الشباب الذين صوتوا على سؤال كنت سألته لهم قبل الفاصل عند حاجتي للفتوى من الأفضل أن ألجأ إلى وعطيتكم ثلاث اختيارات أحد علماء البلد أعلم من في الفضائيات أو هيئات الفتوى أو المجامع الفتوى الرسمية كانت إجابتكم كالتالي الذين اختاروا أحد علماء البلد 43% الذين اختاروا أعلم من في الفضائيات 15% فقط والذين قالوا الهيئات والمجامع الفقهية 42% فأنا كنت أتوقع أن الفضائيات تأخذ شوية نسبة أعلى لكن هذا طبعا تصويتكم لا يفسر حجم الإقبال غير العادي على على الفتاوى احنا عندنا برنامج للفتوى في قناة الرسالة يبدأ البرنامج وينتهي الاتصالات لا تتوقف في إحدى المرات تعطل البرنامج من كثرة الاتصالات التي اتصلت في نفس الوقت ففي حجم غير عادي من الاتصالات بينما إجابتكم تقول شيء آخر نسمع شوية التعليقات من الذين لم يتحدثوا من قبل فضلنا أخذ الشاب أنا اخترت الإجابة رقم واحد التي هي أحد علماء بلدي لأن أعتقد أن أهل مكة أدرى بشعابها وكل بلد له ظروفه وله عاداته وتقاليده التي تؤهل الصاحب المفتي أن يفتي في هذه المسألة فلا يمكن لمفتي في العراق في الظروف وفي وضع الحالي أن يفتي في مسألة مثلما يفتي العالم في مصر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وفي ظل أوضاع سياسية معينة طيب شكرا جابتك واضحة يا ابني نأخذ تفضلي لو سمحت أختار الاختيار الثالث هيئات ومجامع الفتوى وتكون برضو موجودة بلدي وعارفين بظروفنا وأخوالنا بحيث بس يكون فيه أكتر من رأي وأكتر من مذهب يعني أطلع بالرأي الأصوب فتبحث عن هيئة فتوى لكن في بلدي في بلدي طيب إجابة واضحة ممتازة طيب سامحونا بس عشان المخرج قال لنا الوقت ضيق فدعونا ننتقل لضيوفنا الرئيسيين سنأخذ بقضية الفتوى والمفتي بأسئلة مختصرة سأمر عليكم بسرعة وإجابة سريعة لو سمحتكم هل يشترط في المفتي ما يلي والسؤال نفسه للجميع بس سأعطيكم اختيارات مختلفة هل يشترط فيه أن يكون عنده شهادة رسمية شرعية ولا لازم ممكن يكون درس العلم الشرعي بطريقة تقليدية ليس بالضرورة لا يشترط أن يكون عنده شهادة علمية شرعية في أحد من العلماء يرى أنهم لازم يكون عنده شهادة رسمية قد يكون أفضل الأفضل أن يكون بس ليس شرط طيب أستاذنا دكتور رجب العلماء فرقوا بين المفتي والمشتهد وذكروا للمشتهد شروط كثيرة جدا منها أن يكون عالم بالقرآن والسنة والفقه وأصول الفقه واللغة والتاريخ والسيرة وحطوا أن بعض العلماء وصلها إلى 17 شرط أنا قرأت في بعض من تعلقوا على فتاوى الفضائيات أن الذي يجب أن يفتي في الفضائيات يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية وحطوا شروط المشتهد هل توافق على هذا؟ في الواقع لو طبقنا هذا الأمر فلن نجد مفتيا هو العبرة في الفتوى التي يفتي فيها هذا المفتي لو كانت مسألة حادثة جديدة وتهم عموم المسلمين فلابد أن يتوفر لها فرد بل عدد من الأفراد وهي في صورة المجامة الفقهية أو دور الإفتاح يعني مثل قضية الاستنساخ نعم هذه ما يصير يفتي فيها فرد لا بد أن تكون وهذا إذا قالوا شروط المكتهد لا بد أن شروط المكتهد في القضايا الجديدة في الفرد الوحد أو مع مجموعة أفراد الدارقة التي تحدث لا بد أن يكون يعلم بالواقع التي يفتي فيها والواقع حضرتك في النطاق الشرعي في الإنترنت مشرف على صفحة شرعية فيها فتاوى كثيرة معظم الأسئلة بشكل غالب أليست من النوع من هذا النوع بالفعل كم في عندكم أسئلة من النوع اللي يتعلق بالحوادث الجديدة فيه لكنها إذا قارنناها فهي نسبة قليلة ماذا تفعلوا في هذه الحالة هذه الحالة بنستفتي بنعمل يعني شبه يعني صورة مصغرة من هذه المجامع بنرسل هذا السؤال بنبدأ بعلماء أهل البلد أولا نأخذ رأيهم ثم نستطلع أراء العلماء يعني المتخصصين نعم بحسب المسألة لو كانت مسألة اقتصادية فنتجه العلماء الاقتصاد إذا كانت مسألة سياسية نتجه لهؤلاء العلماء ونكون يعني صورة صغيرة لا نقول مجمعية لكن صورة مجمعة أو فتوى مجمعة فأنت تقوموا بعمل الهيئة بشكل آخر طيب شكرا دكتور سؤال شوية هل يسترط في المفتي أن يكون له مذهب معين لا لا يسترط لأن أنا فهم قضية المذهبية طبعا أن المذهبية ليست فقط أنه مقلد لمذهب هو مقلد لمنهج وبالتالي قضية الأصول مرتبة عنده لكن إذا ما كان له مذهب قد تكون المسألة غير مرتبة هو قد يكون إنسان الطالب العلم الشرعي يبدأ حياته بأن له مذهب نعم هذا مرحلة من مراحل التعلم نعم لكن هي ليست غاية في ذاتها المفترض حينما يبدأ لتصدى للفتوى أن يكون قد تجاوز هذه المرحلة تجاوز المذهبية وقرأ للمذهب الأخرى وأدرك هذا الأمر الإمام الشاطبي نعم حتى في الاكتهاد له رأي يقول هناك اكتهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة نعم يقدر عليه كل من يستطيع وهو اكتهاد الفقه الواقع نعم تنزيل المسألة منزلة الواقع نعم إذا كان لديه من العلم ومن المعرفة ما يؤهله لهذا الأمر البسيط وليست الشروط دي كلها طيب هذا يجرني إلى شرط آخر هل يشترط أن يكون هذا الذي يفتي عالم ليس فقط في الشريعة وإنما يعرف الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للناس هنا لابد يكون الأمر على حسب نوع الفتوى التي تأتيه هو تأتيه الدكتور يأتيه كل شيء هو زي ما أنتو حضر قلت بيسألك عن عدد كم عدد الصلاة طوله خمسة الظهر طوله أربعة نعم دي مش محتاجة لعلم بس هو يستفت في كل شيء هنا يجب أن يتق الله نعم فلا يجيب إلا في المجالات التي هو يدركها أو أحاط بها أو ينقل نقلا صحيحا عن مثلا وبهالحالة إذا كان ما هو متمكن مفروض يقول لا أعلم لا أعلم كم واحد سمعت أو سمعتم في الفضائيات يقول لا أعلم أو لا أدري ولا مرة لا أنا شخصيا قلتها مرتين في الفضائيات طيب يا ريت اقتدوا بك يا شيخ سألت في سؤال مرتين قلت لا أعلم نعم قلت هذا يعني مش لازمة بالنفس اللفظ قلت هذا الأمر يحتاج إلى إلى بحث وإلى مراجعة وإلى تطقيق في معرفة التفاصيل حتى نستطيع يعني لكن تعالى مثلا نفرد أنا ذاتي مش متخصص في الاقتصاد نعم وواحد جاءني بيسألني على البرصة نعم فأقول والله المجامع الفقية في الكويت وفي جدة وفي مكة قالت وقالت وقالت فتنقل فتوى المجامع ما في حرج في هذا ما في حرج نقل الفتوى عن المجامع بإسنادها لقومها ولأهلها احتراما لهم نعم وبقاء للخيرية التي قومها فلا يشترط أن يكون متخصص لكن في القضايا المتخصصة ممكن ينقل رأي المتخصص هذا الكلام ما هو كلامي ده كلام الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات قال لا يشترط يخالف السابقين لا يشترط أن يكون مكتهدا في الحديث ولا مكتهدا في اللغة ولا مكتهدا في كتاب هذا في قضية الشرط المجتهد ينفي هذا كله نعم صحيح فهو على حسب نوع الفتوى اللي قياله نعم والأصل في هذا مثلما ذكرت التقوى بس رجوعا للشيخ عفوا بالنسبة للإمام الشاطبي في كتاب الموافقات قال ليس العالم من يدرك الآن ويفهم الآن ويستحضر الآن كل الآراء الشرعية إنما العالم لهذا لا يمكن الإحاطة به طبعا إنما العالم من إذا سئل سؤالا يعرف مضان الجواب في كتب العلماء يستطيع أن يرجع ويحصل على الجواب إذن نقول له أنا لا أقول له لا أعرف لكن دعني دكتور أبحث في هذا دكتور بس ما سمعنا ولا واحد فيهم يقول لي والله أنا سامحوني مضطر أرجع عشان أجيبكم كلهم ما شاء الله جاهزين إذن العيب في من كان جاهزا وهو لا يعرفه شيئا كيف نعرف أنه يعرف ولا ما يعرف ما هو من فتيان من إتيان بالدليل سنعرف أن هذا الذي ذكره صواب أم خطأ ربما الأسئلة سهلة لا تستحق أسئلة سهلة لا حتى في الأسئلة الصعبة دكتور هل يشترط أن يعرف مذهب المستفتي يعني واحد واحد سأني مثلا من بلد معروف أن كل أهل مالكية نعم هل يجب أن أفتيه على مذهبهم ولا أفتيه حسب ما أنا مقتنع به إذا استطعت أن أفتيه على مذهبه فالأفضل أن أفتيه على مذهبه ولذلك الآن انتشار الفضائيات يحصل إحراج لعوام الناس بشكل غريب نعم شمال أفريقا كلهم موالك نعم لما يعطيه المفتي على رأي أبي حني فيستغرب من هذا ويستنكره نعم فإذا كان عند علم على الأقل نحن نأتب على العلماء الذين يفتون على الأقل عندما تقول الفتية تقول هذه على رأي مالك وللعلماء الآخرين آراء أخر مفروض يقول هذا نعم يعني حتى لو لم يكن يعرف على الأقل للمستمع عندما يفتيه يعني لو كان في بلده نوع من أنواع الفتية غير ما ذكر نعم في مثل هذه الحالة يكون في حلم طب هل الأفضل يقول رأيي أنا في هذه المسألة هو كذا لكن عندكم في مذهبكم هو كذا والله الحقيقة ليس هناك من عالم من مدة طويلة نعم له رأي مستقل إنما كثير منهم مدعي لأن له اجتهاد وإنما هو ينقل من مذهب آخر ثم يقول والله رأيي بكذا يا أخي من بركة العلم نسب القول إلى قائله صحيح قل هذا مذهب أبي حنيفة طب ومذهب مالك في غيرها طب يعني ممكن أقول لو كنت استفتأ لا سمح الله أن أقول أنا المذهب الذي أتبناه هو كذا لكن أنتو في بلدكم مذهب مالكي ويقول بكذا هل هذا أفضل هذا أفضل قطعا سيد ترسيخ يا دكتور المذهبية بشكل لأنه الخطاب الخطاب المفروض يتبناه من يفتي نعم لابد أن يكون فيه اللي بنكلم عنه التزويب هذه تزويب المذهبية يعني هو مش هينص على أنا مذهبي كذا وأفتيك على مذهبك كذا لكن حضرتك لما قلته يمكن أن يستعرض أراء وهو اللي بيستفتي لهو مالكي خلاص ياخد الكلام بتاع الإمام مالك وهو كذا لكن هي الأزمة لكن هي لا ده أنا هو مش هيسأل من يستفتي أنت مذهبك إيه عشان يقوله لكن إذا كهو هيستعرض أراء أصحاب المذهب وأنا بستفتي على أي مذهب خلاص أنا عرفت رأي صاحب مذهبي لكن نعم في أشياء معروفة يعني أنا ما يتكلمني وحد هندي أعرف أنه هو حنفي خلاص يعني من البلد ممكن يحدد لكن أنا أنا أقصد أنه لا ينص على ذلك في خطابه لأصحاب لمن يطلبون الفتوى لكن هي الأزمة في إطار من يتصدون للفتوى سنعت للمشاكل لا لا شرط شرط أنه أعتقد الحفاظ على إعطاء مساحة للآخرين من يفتي في قنوات أخرى أنه رأيه قد يكون صواب لكن الأزمة الآن أنه أنا بعمل برنامج شيخ الفلاني في برنامج على أنهق أي قناة فهو بيطلق رأيه في هذه المسألة وكأنه الصواب المطلق والرأي الأخير نعم هو الإمام الشاطيب أيضا في هذا الكتاب في أخير يقول من لا يعرف الخلاف لا يفتي بين الناس فيشترط أن يعرف اختلافات العلماء ويسعب بصدره الخلاف ويقول للناس أن هذا الرأي فيه اختلافات ولا يأخذ الناس قهرا إلى ما يرى دكتور أستاذنا هل يقول للمستفتي أن هذه المسألة فيها آراء هذا أفضل بس هذا مش حيبلبل للمستفتي أبدا وخلاف هناك من يرى أن تغطية الوجه فما يمنع من الغيان فيقول أن هناك من يقول بتغطية الوجه وهناك من يقول أنا أمين أن الوجه كفي ليس بعورة ولكن لا أنكر على غيري مثل هذا أمر وتقول أن هناك راجع الأمة في ساعة صدر نعم طيب جميل لكن خلينا سألها على نفس المثال لو أنا تبنى قضية النقاب هذه وسألني شخص من بلد لا يتبنون هذا نعم مش الأفضل أقول في بلدكم الفتوى هي على هذا ليش أحرج على الناس ما فيش تحريك إذا قلت في هذه الفتوى التي تناسب بلده لأن أنا ونا في الفضائيات الذي يسمعني ليس بلدي هذا كلام قديم عندما كنت أحج وقيتني هندي برد على هندي بأنه حنفي أنا الآن يسمعني الخلق الجميع فمن أين أنا هل سأقول يا من لست بحنفي لا تسمعوني نعم فإذا ظهار الرحمة والتسامع أفضل شكرا دكتور رجب هل يشترط الإلمام بالمستجدات السياسية والاقتصادية نعم لازم يعرفها خاصة في المسائل التي يسأل فيها إذا كان هو يتصدى لها نعم فلابد أن يعرف هو مشكلة دكتور أنا كنت تتبع بعض البرامج وأشوف نوعية الأسئلة الناس يسأل عن كل شيء نعم يعني ما نستطيع أن يحدد للناس يسألوا فقط عن العبادات إذا كان لا يلم بهذه المستجدات يرجع إلى لا أدري أو يرجع الأهل الاختصاص في هذه المسألة ليسألهم ثم يعود إلى المشتفتي أو يقول لا أدري إذا كان فوجئ بسؤال هو لم يلم به أو لم يسمع عنه يقول لا أدري أستاذنا لا بالسؤال الثاني عشان الوقت بس اللغة التي يستعملها العلماء الذين يتصدوا للفتوى هل هي لغة سهلة مفهومة للناس ولا لغة معقدة لا في معظم طبعا الفضايات لغة سهلة سهلة ومفهومة لا 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 ما فيش فيها أزمة لكن بعضهم أحيانا يستعمل اللغة بيبقى فيها استهانة بالمسألة اللي بيتم السؤال عنها نعم يعني طبعا مش هننذكر أسماء لكن بيبقى فيه نوع من يخرج بالخطاب اللي بيكلم به في المسألة عن الوقار المطلوب نعم أحيانا فيشترط في العالم يعني أسألة سريعة هنا عن العالم نفسها هل يشترط فيه طبعا الوقار والعلم هذا تكلمنا عنها هل يشترط فيه ألا يتعيش منها الله هذا يعني القدامة كان يفضلونه دائما الأفضل هذا هذا الأفضل إذا أغناه الله سبحانه وتعالى من ساعته فزاقف أما إذا جاءوا شيء دون دون طلب الحديث نعم فمن أخذه بسخاوة نفس مورك له فيه نعم ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كمن يطالب ولا يلح ولا يزيل لكن لو جاءت ما يردها سامحوني مضطر أخذ استطلاع وسنرجع إن شاء الله مرة أخرى استطلاع جديد للشباب لكن أذكر الأخوة والأخوات والمشاهدين الكرام أنهم يستطيعوا المساهمة معنا في بلورة الرأي وإبداء رأيهم في حلقة هذه من خلال الإجابة على السؤال التالي فتاوى الفضائيات ساهمت في تيسير الفتوى للناس وتيسير وصول العلم الشرعي للناس الموافق على هذه الجملة يرسل لنا رسالة بنعم غير الموافق يرسل رسالة بلا الشباب الذين معنا في الاستوديو تجهزوا أجهزتكم للإجابة على السؤال التالي فتاوى الفضائيات سببت مشاكلا أمامكم خيارين رقم واحد مشاكل كثيرة رقم اثنين مشاكل محدودة أنا أريد أن أستعمل استطلاعكم للنقاش في المشاكل وسنرى حجمها ونرى ما هي حقيقة هذه المشاكل لكن سنعتمد على تصويتكم صوتوا لو سمحتم على هذا السؤال فتاوى الفضائيات مشاكلها كثيرة أم محدودة سنرجع بعد الفاصل إن شاء الله لنتحدث عن المشاكل ونحددها وبعد ذلك نتحدث عن كيف نعالجها نلتقي بعد لحظات إن شاء الله رمضان على الرسالة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين الدكتور عصام البشير يفصل معاني وأنواع المتطهرين في برنامج وثيابك فطهر في رمضان حصريا على الرسالة المرأة في الإسلام جوهرة يكتمل بريقها بتعاليم الدين الدكتورة لينا الحمصي وحديث خاص للمرأة المسلمة فقه المرأة في رمضان حصريا على الرسالة قصص نزل به الروح الأمين على قلب خير المرسلين الأستاذ عمر خالد يقدم الجديد دائما قصص القرآن في رمضان على الرسالة انتظرونا شكرا لكم وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع الوسطية وحلقتنا اليوم تدور حول فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع كنت قبل الفاصل قد سألت الشباب سؤالا عن المشاكل في الفضائيات قبل ذلك اسمحوا لي أن أذكر جمهورنا أنهم يستطيعوا التصويت معنا على هذه الحلقة وسؤالنا الذي يوجه للمشاهدين فتاوى الفضائيات ساهمت في تيسير الوصول للفتوى وتيسير نشر العلم الشرعي الموافق على هذا يرسل رسالة بنعم غير الموافق يرسل رسالة بلا النسب ترونها تتغير على الشاشة وتستطيع أن تتابعوا كذلك من خلال الإنترنت والتعليق سواء بالرسائل أو بالإنترنت استطلعنا الشباب حول سؤال عن مشاكل الفتاوى الفضائية وهو هذا محور رئيسي الذي سأتناقش به مع سادة العلماء وسألتكم هل المشاكل كثيرة التي سببتها هذه الفتاوى الفضائيات أم محدودة وكان تصويتكم كالتالي الذين قالوا أنها مشاكل كثيرة 56% والذين قالوا أنها محدودة 44% دكتور محمد البنة ما رأيك في نتيجة الاستطلاع هل تعتقد أنها كثيرة أولا أو محدودة وتعطيني نموذج من المشاكل إن وجدت أعتقد فعلا أنها كثيرة في الانتشار لكن عدد قليل من الفتاوى هو الذي يسبب هذه المشاكل يعني الفتاوى التي فيها مشكلة يصير لها انتشار واسع لكن عدد الفتاوى التي فيها مشاكل قليل تعطينا مثال على أمثلة كثيرة منها فتوى إرضاء الكبير مثلا بانتشارها وحجمها بالرغم منها فتوى في مجموع كبير من الفتاوى فتوى رئاسة المرأة للدولة وهي أيضا انتشار واسع جدا سببت مشاكل سببت مشاكل فتوى بول النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاء به شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا بارك الله فيك المشاكل قليلة لكنها قاتلة نفس الرأي أنها قليلة تنتشر وتسبب فتنة لا أقصد انتشار بقدر ما هي قاتلة قاتلة يعني تدعيتها قاتلة يعني مثلا من ضمن أهم المشاكل عندي هي التصرع في الفتوى كما تفضلتم يعني لا أنا كد نجد واحد يقول سأراجع أو لا أعلم فتجد حينما يستفت ينشئ حكما قد يقول في قاتره بسرعة فينشئ حكما فالتصرع في الفتوى بهذا الشكل تصرع في الفتوى هي المشكلة الرئيسية لا تصرع أنت خطأ في فتاة وحينما يذهب إلى بيته ويراجع يجد أنه تتذكر خطأ من الأخطاء يعني مثلا لك أنت تخيل أن مجمع الفقه حتى الآن عدة مرات يناقش هل نقل الدم يفسد الصيام أم لا ويؤجل القضية برغم استطلاع عراء الأطباء والفقهاء إذا سأل أي أحد على القناة الفضائية سيقول لا أو نعم وحينما يرجع بينما المجامع الفقهية أجلتها أكثر من دورة اضطرت أن تؤجل الموضوع أكثر من دورة لصعوبة الوصول إلى جواب مع أن العراء من رغم استطلاع الأطباء والفقهاء معهم طيب مثال واضح وجيد تفضل دكتور رمضان المشاكل التي تركتها القنوات الفضائية قد تكون محدودة ولكنها بالفعل زي ما قال تترك أثر تشويشي أكثر منه وأنا أعتقد أن إذا راجع لقراءة خاطئة للواقع لأن هي المفترض في الفتوى أنها حل لواقع مأزوم مثل مثلا ما حدث عند أحد المشايخ في إحدى القنوات الفضائية وتصل به واحد بيقول له أنت قلت أن الدش حرام بتكلم في الدش الدش اللي هو ساتيلايت الساتيلايت بتكلم في الدش ليه فما كان إلا أن دخل في مشادة ليس موقع هذا نوع من التشويش ليس على طالب هو هذا العالم كان يفتي أن الدش حرام وهو ظاهر في فضائية تطلع على الفضائية على الدش جميل جعلت البعض من الناس يقع في حرق وفي دهشة هو فعلي أفتك إذا تطلع لي شكرا أستاذ دكتور رمضان دكتور عماد رأيك سأقول راقيا بس أعلق على نقطة بسيطة حضرتك كنت أثرتها هل يجوز أن يتعيش العالم من الفتاوى أنا أقول بس أن المنطقة دي أن الفضائيات تتعيش من المفتين أكثر من ما يتعيش العلماء من هذه الفضائيات لأنهم لم يختاروا ممن يختاروا من العلماء إلا لأنهم جماهيرية وبين هذه الجماهيرية يحققون رواجا يحقق لهم عائدات كثيرة وبالتالي الذي يتعيشها الفضائيات وليس العلماء المسألة في هذا الإطار في مسألة الفتاوى نالية إعتراض أساسي الحقيقة على دخول الفتاوى إلى كل المجالات وهذه هي أكبر مشكلة نعم سنتدخل في هذه المسألة لكن أنت ترى أن دخولها في كل المجالات هو مشكلة رئيسية أصبحت كل الحياة تسير بفتوى هذه مسألة في غاية الخطورة أننا إذا أحتكت أن يصل الأمر إلى أن الزوجة تسأل عن همسات الفراش حلال أو حرام أن يكلم الرجل زوجته في وضع معهنة يعني مسألة الحياة فأنتم تلخطورة أن يصل أمر أن نطلب الفتوى إلى كل مجالات الحياة لابد أن تكون الفتوى لمجال أو في مجال العبادات أو في مجال العقائد أو في مجال المعاملات الحقيقة هي كثيرة في المسائل الخطيرة كثيرة في المسائل الخطيرة نعم لأنه المسائل السهلة قد لا يجد فيها خلاف ولا فيها مشكلة نعم أنا أعتبر أنها محدودة محدودة المشاكل نعم الشيخ عبد خلط أنا رأى محدودة جدا ولكن يساء استخدامها محدودة لكن يساء استخدامها وبالتالي نفس المشكلة أنها تسبب بلبلة مشاكل الظاهرة نفسها كتير يعني بصرف النظر عن نوعيات الفتوى لكن الظاهرة انتشار الفتوى بهذا الشكل مشاكلها كتير جدا فيها مشاكل كثيرة جدا طيب الآن سندخل في المحور أنا سدعوني أخذ لأنه صعب أن نطلب منكم كل واحد يقول كل المشاكل أنا صنفت المشاكل وسأختار وأسألكم عنها أبدأ بك يا سيد محمد الباز هل في أخطاء في الفتاوى يعني يتراشقها العلماء واحد يخطئ الثاني أنتم تتتبعون هذا كصحابيين وفي نمازج تمت إسارتها وبيتم الاعتراض وفي رجل من العلماء على بعضهم والصحافة في الغالب لأنها وسيلة إعلام فبتدخل في هذا الصراع وبتستطلع أراء المتنازعين وتجيب ناس تؤيد كل طرف ففي طبعا يعني تخطيق مش حتى خلاف لا تخطيق العلماء البعض لو تديني الفرصة أنه هعدت بسرعة شديدة بعض المشاكل انتظر الطرس طيب اتفضل بدقيق لأننا نحن مصنفين للمشاكل الأنواع بس عشان لا يدخل تدخل كلها لبعضها بس أقولهم قصة لطيفة أنا كنت قبل ليلتين في جلسة عشاء مع بعض العلماء والدعاة فواحد منهم جاي متأخرش ويقول أنا وانا في الطريق اتصل فيني واحد صحفي فيقول لي فلان من العلماء ايش آخر طلعاته عشان لا دا سواء مقربة صحافة لا مش آخر طلعاته دي فالصحافة طبعا يعني تبحث عن مثل هذا طيب وفلان من العلماء ايش ملاحظاتك عليه فطبعا الصحافة تستغل مثل هذا يعني أحيانا قد تكون المسألة بسيطة لا هي مش بتستغل لكن يكمبروها مش بتستغل بتؤدي عملها تؤدي عملها شكرا ايش انتبه المسألة واضحية طيب الآن سأدخل بالاخطاء المحددة واسألكم عن مشاكلها دكتور عبد الحميد هل لاحظت في شذود في الفتوى وخلينا وضح للسادة المشاهدين ان الشذود في الفتوى لما عالم يفتي بفتوى لم يقل بها احد من العلماء فتوى شاذة يعني قد يكون هناك اختلاف واحد يفتي بفتوى لكن الشاذ هو فتوى نادرة لم يقل بها احد هل هذا موجود؟ ما هو في مصطلح علم الحديث الحديث الشاذ هو رواية الثقة عن من هو اوثق منه هذا في الحديث نعم نعم بسعدنا في هذا المعنى يعني الغريب الآن ان الفتاوى اللي احدثت شوشرة بين الناس لها اساس شرع ولكن ضعيف جدا كالرضاء كالرضاء الكبير نعم هي وارد وارد شيء لخصوصية لإحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعممون فيأخذ هذا ويعممها اذا الشذوذ من هذا المعنى هذه الفتوى بس سؤال سريع عنها بكلمتين نعم هذه الفتوى تعتبر فتوى شاذة شاذة ولا يؤخذ بها أبدا وخلاف النصوص كلها طيب شكرا دكتور دكتور رجب هل لاحظتم وخاصة أنتم متتبعين لقضاء الفتوى أنا تبعت عندكم في البنك ستمائة ألف فتوى ولا شيء مثل هذا نعم خريبا وفي البنك المؤقت خمسمائة ألف فتوى يعني ما شاء الله فسؤال هل لاحظتم في فتاوى العلماء على الفضائيات مخالفة لفتاوى المجامع نعم في مخالفات في مخالفات وليست مخالفة نعم تعطينا مثل في مخالفات مثلا كفتاوى البنوك الآن نعم كل المجامع الفقهية في الداخل والخارج اعتبرت أن القرضة والإخراض من البنوك هو بعين الربا وكثير من فوائد البنوك أجمعت مجامع الفقهية مجامع الفقهية كلها نعم على أنها ربا ربا ثم يأتي من العلماء من يقول وقالوا أنها لا لأن الأمور تغيرت فخالف الفتوى الجماعية نعم على فكرة مجمع الفقه لما أصدر هذه الفتوى هذا واحد من المجامع نعم الذين اشتركوا في إصدار هذه الفتوى مئة وعشرة من العلماء نعم من بينهم علماء شريعة وعلماء اقتصاد وممارسين لإدارات بنوك ويعني فجمعوا وحتى بعض الناس غير مسلمين جمعوهم ليستفتوهم نعم فاجتمع على هذه المسألة مئة وعشرة من العلماء فأصدروا هذه الفتوى نعم وهذا الرأي من مجمع فقه واحد وتكرر في كل المجامع الفقهية أن فوائد البنوك ربا ثم هناك من قال أن هذا ليس بربا هذه الفتوى نعم من شخص مقابل مخالفة أعراء جماعية نعم شيخنا هل هناك فتاوى تتضارب مع أعراف البلاد المختلفة أولا بالنسبة لحدوث فتوى شازة نعم حدث حتى من الأئمة القدامة نعم يعني ابن رجل في بداية المكتعد ونهاية المقتصد خلالما يتكلم عن دخول المتأخر في الصلاة نعم هل هو يقضي ولا يتبع هو ابن رجل يقول وشز مالك فقال أداء في الهيئة قضاء في القراءة نعم يعني بعض قضية تفصيلية يعني بدي مثال ما هو شيء موجود العراف عدم مراعاة العرف جزء من أدلة الشريعة نعم يعني مثلا هنا في مصر هل الشبكة جزء من المهر نعم مثل هذا نعم بيختلف من البلد لبلد صحيح يعني أنا أعرف بلدين متجاورتين نعم إحدهما الشبكة جزء من المهر نعم والأخرى الشبكة هدية نعم فإذن يعني كيف العرف هل العلماء لما يفتون يراعوا هذه الاختلافات هذا الواجب عليهم بس في أرض الواقع هل هذا يحدث ولا قاعد يفتون فتاة وبناء على واقع بلدهم وبالتالي يسبب البلد بلدهم لا بيحدث يحدث وأضر بلك مثال نعم في ولاية كانساس في أمريكا نعم رجل زار هذه الولاية وسألوهم هم عودين يتعلموا لغة الإنجليزية في إحدى دور العبادات غير المسلمة نعم فيه كنيسة نعم لأن هناك فيه شيء برضو من الأدف في تلقي العلم نعم فافتع لهم بأن الدخول مجرد الدخول من الباب ضلال وكذا دخول الكنيسة نفسها حرام نعم من أول الباب نعم وامتنعت النسوة على هذا نعم فاشاء الله أن واحد ذهب بعدها فأخبرهم ب طبعا هذا سؤالي كان التالي وهو عدم مراعاة ظروف الأقليات ما بلحظك رعاهم بي لهم أن فيه فرق من المكان لفيه المدبح نعم والأماكن الأخرى وأتى لهم بحديث ابن عباس في البقاري أنه كان لا يرى بأسا من صلاة في بيعة إلا باعة فيها الصور البيعة اللي هي معبد ليهود أو غير ذلك نعم فدخلوا ستة نعم يتعلموا لغة الليهزية نعم خرجوا ترتاشر نعم أسلموا الناس على أيديهم ما شاء الله طيب هذا يجرنا أستاذنا إلى البحث عن الرخص هل هل في مشكلة في الفضائيات أن الناس تبحث عن رخص وتبحث عن اللي يسهل لها وأحيانا فتوى يعني دليلها ضعيف الحقيقة الناس تبحث عن أمثال هؤلاء نعم الناس تبحث ولكن على المستفتة في هذه المسألة عليه أن يتحرص كثيرا بس هذه المشكلة موجودة موجودة نعم ولذلك إحنا عدنا رسالة كاملة للدكتوراه في قضايا الأمور الافتراضية نعم والبحث عن الأدلة العبرة في هذا ليس التشديد وليس التسهيل إنما العبرة الدليل نعم إذا كان التسهيل فيه دليل قطعي لا يحق لنا أن نشدد على الناس بدليل نظني صحيح وإذا كان الدليل للشدة أو للتشدد دليل قطعي لا يحق لنا أن نسامح الناس أو نعطيهم الدليل واضح شكرا شكرا سيد محمد الباز هل في فتاوى سياسية تخدم أنظمة في الفضائيات أعتقد أنه فيه حالة تقية من الخوض في الأمور السياسية بشكل مباشر يتجنبوها بشكل مباشر لأنه في الغالب هتسبب مشاكلها لا يقفلوا الفضائية يقفلوا القناة لكن التخديم بيتم على فئات معينة في المجتمع يعني أعتقد أنه بعض اللي بيتصدوا للفتوى يمكن أن يصدروا فتاوى في الحج عشان تخدم على بعض شركات السياحة لأنه هم بيروحوا وهذا كان سؤال التالي أنه هل في فتاوى تخدم جوانب بحية وقص عدية في فتاوى موجود هذا النوع طبعا السؤال الأساسي بتاع أنه يتعيش أو لا يتعيش يتعيش لأنه في النهاية عمل لكن المرفوض أنه يتربح من الفتوى نعم يعني تصبح الفتوى مصدر ربح يفصلها لخدمة جهة معينة أو مؤسسة معينة لأنه هو بيعمل في هذه المؤسسة بشكل وباخر شكرا لكم أساتذتنا هل في أي مشاكل أخرى لم أذكرها لا أنا في حاجة مهمة جدا بأعتقد أنه في أثر لحالة انتشار الفتاوى على العلماء وأثر على العامة على العلماء أنه أفرزت عدد كبير جدا من العلماء بيسقط لأنه هو بيتصدى لكل الفتوى فأحيانا يرد رد غير مقنع أحيانا يرد رد غير صحيح يخطئ فيقع هذا العالم وبالتبعية يقع في أعين الناس وبالتبعية يمكن أن يفقد الناس السقة في عدد كبير من العلماء يعني ممكن يبقى سبيل التصحيح يعني شيء جيد أن الأمة صاحية الحاجة التانية الحاجة التانية أنه لما بيستقبل العالم أو المفتي أي سؤال مهما كان تافه ومهما كان يعني لا يجب أنه يرد عليه فده بيؤدي في النهاية إلى تصطيح وعي الناس وإلى اعتمادية كاملة أنه أي حاجة تحصل لي هرفة سمعة تليفون طيب وأسأل واحد لا نقطة أخطر معلش وهي ما أسميه بالاستهانة بالزنوب كيف يعني كيف يعني أنه أي حاجة العالم بيسرها لي بيسهلها لي أنه ما فيش مشكلة أنك تغلط وما فيش مشكلة أنك تعمل لأنه مش عاوز برضو يفكر الله وفوره الرحيم الله وفوره الرحيم لكن ما تؤديش الاستهانة بالمسألة نعم أحسن صحيح أنا فيه تعليقين صحيح آخر شيء عشان صحيحون أول حاجة يعني حكاية الاستهانة بالزنوب دي ما أظن مش يعني ثانيا ماذا لو الفضائيات أغلقت أبوابها على الفتوى نعم عند لي وقدين من واجه واحد واجه واحد صحيح فننظر للواجه العكسي نعم كان كثير من الناس تقع في حيرة في أمر دينا نعم وتقع مشاكل أكثر مما نتخيل بكثير يعني عاوزي بس واحد يمسك القدم ويتخيل لو كل الفضائيات أغلقت نعم هذه الأبواب جميعا وهؤلاء العلماء جميعا الذين يظهرون ماذا يكون الأمر صحيح حتى لو في مشاكل لكن الفوائد أكثر بكثير شكرا على الكلمة الختامية اسمحوا لي بس نأخذ استطلاع أخير من الشباب قبل استطلاع الشباب تذكير أخير لجمهورنا أن يستطيع المساهمة معنا في التصويت على موضوع الحلقة اليوم والإجابة على هذا السؤال بالرسائل الاسمس فتاوى الفضائيات ساهمت في تيسير الوصول للفتوى وساهمت في نشر العلم الشرعي بين الناس الموافق على هذا يرسل رسالة بنعم اللي يعتقد أن هذا غير صحيح يرسل رسالة بلا النتائج تظهر والنسب تظهر على الشاشة وتستطيع تعلق عليها بشريط الرسائل أو من خلال موقعنا الرسالة دوت نت استطلاع أخير لشبابنا في الستوديو لو تتكرموا تأخذوا أجهزتكم السؤال يقول لعلاج مشاكل الفتاوى يجب التركيز على وأعطيكم اختيارات أولا وضع شروط المفتي هذا الذي سيحل المشكلة الثاني أنه يكتفى بالفتاوى التي تصدر عن مجامع المفتي ليس معنى هذا أن المفتي ما يتكلم برأيه يتكلم نقل للفتاوى الجماعية ما ينقل رأيه هو الشخصي هذا هو الاختيار الثاني الاختيار الثالث أنه لا ما في طريقة لضبط هذا ولا هذا الحل الصحيح هو بتوعية الجمهور بتوعية المستفتين عن ماذا يسأل من يسأل وكيف يتق الله في هذا السؤال ليصل إن شاء الله إلى رضا الله عز وجل فأمانكم ثلاث اختيارات صوتوا لو سمحتم ونتائجكم ستكون هي المحور في نقاشي مع ساتذتنا الكرام بعد الفاصل إن شاء الله رمضان على الرسالة اقتحموا الصحراء فجعلوا من رمالها سلماً للمجد الدكتور إبراهيم الدويش يتحدث عن شباب العزيمة والجد في شباب وصحراء في رمضان حصرياً على الرسالة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا من هؤلاء؟ الشيخ محمود المصري يستعرض في حياتهم اللحظات الأخيرة مسك الختام في رمضان حصرياً على الرسالة لكل من أثقلته الذنوب وأتعبته المعاصي مع الداعية الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل يحمل الأمل ويفتح الأبواب أبواب البشرة في رمضان حصرياً على الرسالة انتظرونا أهلاً بكم مرة أخرى مع الوسطية نرحب بكم مع حلقتنا عن الفتاوى في الفضائيات بين النفع والمنع وسعيد بوجود أساتذتنا العلماء والمشايخ معنا والمشاركين والمهتمين ومجموعة من إخواني الضيوف المساندين وسعيد أيضاً بمشاركة الشباب أذكر جمهورنا أن للمرة الأخيرة يستطيع أن يصوتوا على سؤال هذه الحلقة الفضائيات فتاوى الفضائيات ساهمت في نشر الفتوى والوصول للفتوى وساهمت في نشر العلم الشرعي إذا كنتوا تعتقدوا أن هذا صحيح ارسلوا رسالة بنعم أو إذا كنتوا تعتقدوا غير صحيح فارسلوا رسالة بله سألت الشباب قبل الفاصل عن علاج المشاكل التي تكلمنا عنها في الفتاوى ما هو الحل على ماذا يجب أن نركز وأعطيتكم ثلاث اختيارات اختيار الأول كان وضع شروط للمفتي الذي يظهر على الفضائيات و39% منكم قالوا هذا هو الحل الذين اختاروا الخيار الثاني وهو الاكتفاء بنقل الفتاوى الجماعية وعدم الاجتهاد الفردي كان 31% والذين قالوا أن الحل هو بتوعية الجمهور المستفتين 30% فهذه هي النسب سامحونا ما عندنا وقت نأخذ الشباب الآن فسنأخذ رأي سريع للضيوف المساندين بسرعة تعليقكم على هذا السؤال وأي كلمتين ختاميتين لكل واحد منكم أنا قوي جدا وضع شروط للمفتي أشترط عليه أن يكون مرتبطا بالأصل الذي سيفتي به مصادره الشرعية يعرف النصوص ويعرف الأدلة نعم أن يكون متصرا بالعصر مآلات الفتوى كيف ستؤثر في الناس في حالات الفتوى مآلات الفتوى يعني مستقبل الآثار التي ستنبني على هذه الفتوى أن يدرس جيدا حالة المستفتي الذي يستفتيه قبل أن ينطق له بكلمة فيستوعب ثم شكرا على هذا العدد من نصائح حيث تأكد في نصائح أكثر بس عشان نعطي فرصة للآخرين تفضل أظن توعية المستفتين مطلب مهم جدا لأنهما الشريح الأكبر أيضا القنوات الفضائية ممكن تستعيد عن الفتوى المباشرة بفتوى مسجلة يعني مثلا تتلقى الأسئلة في حلقة ثم تعرض على الشيخ فيكون عنده وقت من التروي عند وقت يرجع ويسأل ويذهب المفتصين وتقليل ما أمكن من الفتوى المباشرة الحية تقليل الفتاوى المباشرة والاعتماد أكثر على الفتاوى المسجلة اقتراح رئيسي تقلل شكرا لك دكتور رمضان يعني أقع اختياري في التوعية المستفتين بشكل أولي وبشكل أساسي لأن هذه بنية معرفية البنية المعرفية هنا لدينا في الجانب الديني فيها نقص شديد لذا لا بد من التركيز على هذه البنية برفع مستواها ورفع نوعيتها ورفع جودتها الحاجة الثانية هي التركيز على المواطن أو المستفتي نفسه كيف يعرض إشكالياته وعلى من وبالتالي التوجه إلى التأكيد على المجامع التأكيد على أبناء البلد نعم شكرا دكتور عماد كلمة أخيرة أنا أرى أن وضع شروط للمفتي المفتي هي الحل العاجل ولكن توعية المستفتين هو الحاجة الأجلة التي تحتاج إلى وقت نعم ولكن أنا أرى أن يحدد من خلال القنوات الفضائية أن هذا البرنامج للفتية في مجال معين لا يوجد عالم قادر يعني نقول فقط العبادات مثلا أو نقول الأحوال الشخصية أو نقول الاقتصاد حالة الزوجة مع زوجها إلى اقتصاد الدولة واقتصاد العالمي يعني مسألة فأنت تفضل أن تتحول إلى برامج متخصصة بدل ما تكون فتوى مفتوحة في كل شيء بالضبط شكرا دكتور مشايخنا ساتدتنا سمعتم هذا تعليقكم على ما هو أفضل طريقة لحل هذه المشاكل وأي كلمة ختامية من كل واحد بكم دعونا أن أخذ مننا أستاذ محمد الباز أنا مهتم برفع وعي المستفتين مش على مستوى ماذا يسأل ومن يسأل ولكن إعمال العقل أكثر وتحكيمه قبل أن يقدم المستفتي على أي شيء فننصح المستفتي أن يفكر قبل ما يسأل يفكر ويقرأ ويمكن أن يصل إلى حلول أمور كثيرة دون أن يلجأ إلى الفتوة فمشكلة الكسل التي أشير إليها أن الناس كسالة معه يعني يمكن أن يقرأ أو يصل بنفسه لكن أنا هقول كلمة واحدة أنا لست مع إغلاق الفضائيات أو إغلاق هذه البرامج لكن على الأقل مع ترشيدها بما يفيد الناس والمسلمين لأن ما يحدث الآن فيه ضرر بالغ به نعم شكرا دكتور رجب إسلام أونلاين كانت اقترحت ميثاق شرف نعم للذين يفتون سواء بالإنترنت أو الفضائيات ويكون ملزم لهم نعم ما مدى نجاح هذه الفكرة؟ والله ما زالت الفكرة قيد النشر حتى الآن وتجميع يعني موافقات كثير من العلماء في الداخل حدث؟ حدث أن الناس صوتوا؟ يعني بعض الناس ردوا علينا وصوابوا وبعض الناس لم يردوا علينا حتى الآن لكنها لم تكن كهيئة نستطيع أن نقول أنها قامت بالفعل هي فكرة ما زالت مطروحة للنقاش وللبحث حتى هذه اللحظة وفي الواقع أنا شايف أن هذا نوع من الحل أن تكون على الأقل في كل بلد هيئة متخصصة تضم الفقهاء في شتى المزاهب الفقهية المعترف بها نعم ويضم مجموعة من الخبراء هذه تكون بصورة مصغرة من قيم بس فيه العفو فيه هيئات فتوى رسمية موجودة في البلد لن ننشئ واحدة ثانية أنا أريد أن تكون مستقلة حتى لا تكون تحت هيمانة أحد إذا العفو إذا في قضايا عبادات ولا غيرها يعني 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 القضايا العبادات لا تحتاج إلى عدد قضايا العبادات وهذه الأسئلة المطروحة في الفرحات ولا حوال الشخصية ولا حوال الشخصية دي يفت فيها الفرض إذا استكمل شروطه الشرعية من معرفة الواقع والعلوم الشرعية لكن الفتاوى التي تحدثنا عنها أنها بتعمل ضجة شديدة وقلق في المجتمع فتاوى الشدود دي محتاجة لأن المجامع الفقهية في الواقع وإن كانت تكون بدور جيد لكنها إنعقاداتها قليلة تنعاقد مرة فإذا تخترح إذا هيئة فتوى في كل بلد تكون مستقلة في هذه المسألة النقطة الأخيرة التي أريد أختم بها أننا لست قلق من كسرة أسئلة الناس لأن هذا يدل على رجوعهم إلى الدين لو لأن فيه اهتمام بالدين ما سأل ما سأل فهي ظاهرة جيدة مهما كانت مشاكل ونصوبها ونقومها لكن في نفس الوقت دلالة على أن المجتمع ما زال عنده تقييم لهذا الدين وخشية من الله شكرا دكتور رجل شيخ عبدالخالق كلمة أخيرة وكيف نعالج هذه المشكلة أولا نحمد الله أنه في قنوات فضائية فتحت للإسلام وتبين وليت هذه القنوات تتمي بقى الأمر بالتوعية يعني التوعية المستمع بأدب الخلاف الفقهي وسعة الصدر ونشأته وأسبابه وأدابه ولو عملت برامج تعليمية وطبعا بلا شك فقدنا الجامع الأظهر الذي كان الناس يجلس بالألاف قديما وانشغل الناس ما عادش بيرحوا مساكل فلو قامت هذه الفضائيات بهذا التعليم وهناك يعني يعني مهنيين هذا الطبيب وهذا المحاسب وهذا الصحفي وهذا المهندس له عقلية تعلم بها من علوم الدنيا ما شاء الله له فلما لا أعلمه من علوم الآخرة ما شاء الله له وبالتالي لو حدث هذا التعليم وهذا التعلم وانتشف الأمة هيضعف الأثار السلبية اللي أعلم نتكلم عنها شكرا دكتور ويكسم الأثار الإيقابية إن شاء الله شكرا لك كلمة الختام المسك لك دكتورنا وستاذنا عبد الحميد الحقيقة أعلى ما يمكن لتصحيح هذه الأخطاء وزيادة منفعة الفضائيات هو توجههم إلى الإسلام سواء كان مفتي أو مستفتي هذه أهم حاجة في هذا وليتق الله عز وجل المفتون لا شأن لنا بهواه عليه أن يعرض الإسلام لأنه دين الله هذه هي أحكام الله تجد أنه إما أن يسوق لسياسة لخدمة جانب سياسي أو يسوق لجانب فقهي كأنه يريد أن يقول إن مذهبي هذا هو الصواب والباقي كله ليس وعلى صواب نحتاج إلى هذا كثيرا الحقيقة هاتان النقطتان تقوى الله عز وجل في أن تكون الفتية مما أمر الله به لا مما أهواه وأميل إليه والتقوى خير ما نختم به وأذكر قول الإمام مالك وهو 179 توفى قال كان من كان قبلكم يقرأ كتاب الله وسنة رسوله ليغير هواه تبعا لما جاء عن الله وعن رسوله أما في زماننا يعني بال 179 القرن الثاني الهجري أما في زماننا فيصادف الرجل في نفسه هوا فيبحث في كتاب الله وفي سنة رسوله لما يؤيد هواه وهذا أخطر ما يمكنه وهذه كلمة ختامية طيبة شكرا لمشايخنا وضيوفنا وشبابنا لا شك أن موضوع الفتوى موضوع خطير جدا لأنه في النهاية الإنسان يهدف من وراء الاستفتاء ليس للتهرب من دين الله وإنما لتطبيق دين الله عز وجل حتى يرضي الله سبحانه وتعالى البرامج التي انتشرت على الفضائيات لا شك أنها برامج خير ولا شك أنها ساهمت في توعية الناس وكثير بحث عن مخارج شرعية وليست غير شرعية مخارج شرعية تسهل الفتوى فالإجابة الثالثة تتكلم عن إجابات غير متشددة مرة أخرى إذن التصويت سيكون كالتالي السبب الأكبر طبعا كل هذه أسباب لكن السبب الأكبر في اعتقادكم في لجوء الناس للفتاوى على الفضائيات تختار أحد الإجابات الثلاثة الأولى سهولة الحصول على الفتوى الذي يختار هذا يضغط الزر الأول اختيار الثاني الوصول للأعلم من العلماء تضغط الزر الثاني والإجابة الثالثة الحصول على إجابات غير متشددة تضغط الزر الثالث صوتوا لو سمحتم بعد تصويت الشباب سنأخذ النتائج فورا وسأتحاور أولا بسرعة معه سأأخذ آراء الشباب في البداية لماذا صوتوا بهذه الصورة ثم سأمر على أخواني الضيوف المساندين وبعد ذلك سأبدأ الحوار الرئيسي مع أخواني وأساتذتي العلماء الموجودين معنا في الأستوديو لكن كل هذا بعد الفاصل إن شاء الله اشتركوا في القناة وفي جدة تم إنشاء أحدث كلية للعلوم الطبية والتكنولوجية بي أم سي إمكانيات متفردة وبرامج مميزة لدراسة الطب على أحدث النظم والمناهج العالمية بي أم سي كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجية بداية جديدة لمستقبل أفضل يورك ويف ستائر أمريكية عالية الجودة لحجب أشعة الشمس والحرارة دون حجب الرؤية تحجم الموجات فوق البنفسجية عزل فعال لأشعة الشمس دون حجب الرؤية يورك ويف من سيدار فخر الصناعة الأمريكية لا تساعد على الاشتعال مقاومة للفطريات والبكتيريا يورك ويف حصريا من سيدار الرياض جدة الخبر الدوحة مسقط أبوظبي دبي الشارقة العين شكرا لكم أهلا بكم مرة أخرى مع عقب البيوع وبأحكام اقتصادية وهذه قضية جدا شائكة وكثير منهم غير مختصين في الجانب الاقتصادي وغيرها كثير الحقيقة كل هذا سيكون في حلقة بالتأكيد لن تكفيها حلقة لكن سنحاول أن نركز الحديث لنصل معكم إلى فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع أين الوسطية في ذلك أراحب بضيوفنا طبعا الكبار وأراحب بضيوف المساندين وأراحب بالشباب جميعا وأراحب بكم جمهور الرسالة في كل مكان لمتابعتكم الوسطية اسمحوا لي أساتذتي أسأل الشباب سؤالا ثم سأعود إليكم بإذن الله سأسأل جمهور الشباب في الاستوديو سؤالا لكن قبل ذلك أريد أن أسأل الذين يشاهدون قناة الرسالة وبرنامج الوسطية يستطيعوا الآن المساهمة معنا في حلقة اليوم من خلال الإجابة بالأسمس على سؤال الحلقة لنعرف نسب من يجيب على هذا السؤال فتاوى الفضائيات ساهمت في تيسير الفتوى ونشر العلم الشرعي هل هذا صحيح؟ الموافق يرسل رسالة بنعم غير الموافق يرسل رسالة بلا وستجدون نسب الإجابات على الشاشة تستطيعوا أن تعلقوا عليها من خلال أيضا شريط الرسائل وممكن تعلقوا وتروا النتائج أيضا بالمجان على موقعنا الرسالة هذا هو السؤال الموجه لجمهورنا الذي يشاهد هذا البرنامج أما الشباب الذين معي في الستيديو والفتيات فأرجو أن تخرجوا أجهزتكم لتصوتوا معي أيضا على سؤال هذا المحور من هذا الموضوع الهام فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع سؤالي لكم سأستعمل إجابتكم في الحوار مع الأساتذة والمشايخ حول هذا الموضوع السبب الأكبر في لجوء الناس إلى فتاوى الفضائيات هو سأعطيكم اختيارات الاختيار الأول هو أن بسهولة أحصل على إجابة سهولة الحصول على إجابة لو كنت في البيت أرفع التلفون وأسأل لكن لو كنت ما كان عندي هذه الوسيلة سأضطر أذهب إلى المسجد ولا أروح لجامعة ولا أبحث عن عالم حتى يفتيني هنا في لحظات أستطيع أن أحصل على الإجابة فهذا هو المقصود بالإجابة الأولى لاحد يصوت حتى تسمعوا كل الاختيارات الاختيار الثاني هو الوصول للأعلم قد أكون في بلد العلماء فيه محدودين أو علماء مستواهم بمستوى معين لكني أستطيع من خلال الفضائيات في برنامج فتوى لعالم كبير فأستطيع أن أستفتي بدل ما أستفتي عالم محدود العلم فالاختيار الثاني هو الوصول للأعلم الخيار الثالث يمكن الفتاوى المباشرة التي يمكن أن أسألها للعلماء الذين عندي قد تميل أحيانا إلى التشدد بينما قد أجد العلماء الذين يخرجوا في الفضائيات يراعوا ظروف الناس يعرفوا من العلم الشرعي ما يعطيهم باب أكبر في الوسطية ونحن نناقش في هذه الحلقة فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع كنت قبل الفاصل قد سألت الشباب في الأستوديو سؤالا حول لماذا يلجأ الناس إلى الفتاوى في الفضائيات وعطيتهم ثلاث اختيارات بسبب سهولة الحصول عليها بسبب أنهم يستطيعوا أن يلجأوا لشخص أعلم من يجدوه حولهم أو بسبب حصول على إجابات أو فتوى متساهلة غير متشددة كانت إجابات بعد ذنكم أناقش الشباب قليلا كانت إجابات الشباب تصويتكم كانت بالنسبة التالية الذين قالوا بسبب سهولة الحصول على الإجابة 45% الذين قالوا بسبب وصولهم للأعلم 35% والذين قالوا أنهم يستطيعوا الحصول على إجابات غير متشددة كان 20% فتنوعت الأسباب لكن كان السبب الأسهل سهولة الحصول على الفتوى كان هو صاحب النصيب الأكبر نأخذ بعض التعليقات من الشباب اللي يحب ويعلقه والفتيات أيضا نبدأ ببنتنا الكريمة والله أنا متهيالي أن هو رقم ثلاثة الناس دلوقتي بتسعى أن هي تحصل على الإجابات غير متشددة نعم لأن سهولة الحصول على الإجابة المفروض يعني لو أنا هسأل على حاجة أو أمر بيشغلني وأنا مش عارفة رأي الدين فيه فالموضوع مش هبقى سهل يعني أنا مش عايزة مش هبقى عايزة أحصل على إجابة سهلة أو مش هتصل عشان يا جماعة ده أنا مش عارفة رأي الدين في الموضوع ده لأ ده أنا هروح واجي وأسأل شيخ واثنين وثلاثة عشان الأمر ده هممني نعم وأنا خايفة أعف معصية أو في حاجة غلط هذا أنت بس في ناس يبحثوا عن الإجابة السهلة صح؟ في ناس آه فدي ممكن يعني والوصول للأعلم من المفتين متأكد العلماء اللي بيتسئلوا دلوقتي الفضائيات أنا مش عارفة مين فيهم أعلم يعني هم كلهم بيتسئلوا فبرضو استبعدت الموضوع ده فهمتأكد الناس دلوقتي بتسعى للوصول الإجابة الغير متشددة نعم طيب شكرا يا بنتي ما شاء الله طيب خلينا ناخذ ابننا الكريم أنت شخصيا تبحث عن إجابات غير متشددة؟ لا بأدور على الإجابة الصحية عاوز الإجابة كيف تعرف الصحيحة؟ من العلم الكويس يعني طيب إذن ستبحث عن الأعلم مفروض الإجابة الثانية أنت صوت على الثانية؟ لا التالت طيب مفروض حسب كلامك تصوت على الثانية طيب ناخذ ابنتنا اللي يفوق تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الإجابة الثانية؟ في رأيي لأن مع الأسف بعض الناس بيعتقدوا أنه كل علم بيطلع في تلفزيون دلوقتي بيبقى فاهم كل حاجة أو هو ده العالم اللي ملم بكل حاجة والناس بيطسك فيه جدا طيب هما الفضائيات نفسها لما اختارت هذا العالم ليظهر في الفضائيات ما اختاروا يعني بناء على أنه هو مشهور معروف صاحب تمكن بزرع وإلا اختاروا واحد عادي لا هو بيختاروه على أساس أنه هو مشهور ومعروف نعم مش بالضرورة يكون أعلم مش عارفين مشكوك فيها بس الناس بتسك في دوت علشان خطر هما بتسك في الفضائيات نمر على ساتذتنا الكرام ساد دكتور محمد البنة ساد العقيدة في جامعة عمر المختار بليبيا أستشعر في الأمر أن الشباب الذين يسألون أو الناس بصفة عمل الذين يسألون يبحثون عن مفتي تصحبه صفاتين ملاصقتين حق شرعية وخشة قلبية مفروض هذا نعم خشة قلبية هذه كيف نقيسها شكله كده تقي لا 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 ولكن في محمود السيرة محمود السلوك سنأتي لهذا سنأتي لشروط المفتي نعم طيب الآن على المحور هذا فقط لماذا أستاذنا يلجع الناس للفتوى أخذ الناس طبعا سيد حامد حياك الله سعيدين بوجودك معنا أعتقد أن الأسباب الثلاثة كلها هي من الأسباب التي ساعدت على الوقت لا شك كلها لكن السبب الرئيس في نظري هو سهولة الحصول على الفتوى سهولة نعم لأن لو قلنا أن نوم يلقون الأعلم نحن نجد كل برامج الفتوى تنهل على ضيوفها أسئلة كثيرة فلم نجد الأعلم سقط فالناس لا تميز فعلا أي مفتي تحطها على القنوات ما شاء الله الاتصالات لا توقف لو قلت الحلقة عشر ساعات ستتوالي الأسئلة نعم معادي مشكلة يعني وأيضا المتشدد والميسر هؤلاء يعني عندنا نمازك من المعروفين بالتيسير والتجديد نعم كلهم أيضا تنهل عليهم الأسئلة بكثرة فالسبب الرئيس في نظري وسهولة الأسرار فعند توافق الشباب أن هذا هو السبب الرئيسي أستاذ ما كنت أتمنى أن يضاف عام الرابع وهو العالم المفضل العالم المفضل زي النجم المفضل بالضبط نعم هو ما أشبه ذلك حتى لو كان هذا العالم داعية وليس عالم حتى لو كان ضعية واعز أنا عايز أستفتيه لأني بحبه لأني سمعته كتير وحبيته الحاجة الثانية واللي بميل إليها هي الفتوى ديليفري ديليفري يعني فتوى ديليفري يعني تجو بزر التليفون بتجري فتوى سهولة الحصول على الفتوى سهولة الحصول شكرا أستاذي أستاذ دكتور عماد تفضل شكرا أستاذك بسم الله الرحمن الرحيم أنا بس حضر بصوت صوت دكتور رمضان على أن المسألة بس هي الاختيار الأخير محتاج تعديل أنا في نظري أنه مش هو الإجابة غير المتشددة غير المتشددة ولكن الإجابة التي توافق هوايا يعني أنا بدور على الإنسان اللي أنا مقتنع به لأنه بيوافقني فبسأله عشان يطلع إجابة توافقني وليست إجابة بغض النظر ممكن أن يكون أنا متشدد وعايز إجابة متشددة أو أنا عايز إجابة تسهل الأمور فبالتالي بلجأ للشخصية اللي أنا شايفة أنها بتسهل الأمور فهي الإجابة الموافقة لما أجدوه مناسبا لي بس من الأسباب هذه تعتقد السبب الأكبر هو فعلا سهولة الحصول على الفتوى السهولة الناس تتصل بالمئات الألوخ السهولة ممكن تكون هي العامل الأكبر هي العامل الأكبر في بلنا طيب شكرا ضيوفنا الرئيسيين سعيد بوجودكم معنا وسأعرف كل الشخص منكم في حينه وسنمر عليكم إن شاء الله واحد واحد نتعرف عليكم ونتعرف عن رأيكم دعونا نبدأ بضيفنا الكبير أستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي نرحب بك أنت من العراق حاليا مقيم في القاهرة ولك برنامج في الفتاوى على إحدى القنوات الفضائية فأنت مشارك في هذه المسألة بشكل واضح والناس تتصل بك لتستفتيك في ظنك نحن سنأتي للفتوى وشروطها والمفتي وشروطها لكن الآن نحاول أن نحلل هذه الظاهرة في ظنك من الأسباب التي ذكرناها أو غيرها ما هو السبب الأكبر في سر إقبال الناس على هذا؟ حقيقة من حيث الأكبر السؤال الأول لأنه ليس كل الناس تستطيع أن تصل شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحب بكم مع الوسطية الوسطية برنامج حواري نتحور به مع بعض أساتذتنا المختصين وبعض أخواننا أيضا الضيوف ومع الشباب لنصل في موضوع الحلقة نحو رأي وسطي إن شاء الله وحلقتنا في هذا اليوم ستكون حول فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع انتشرت ظاهرة الفتاوى على الفضائيات وبرامج الفتاوى على الفضائيات سواء الإسلامية منها أو غير الإسلامية حتى وتبارت طبعا هذه الجهات وهذه القنوات في استقطاب العلماء وإعطاء الفرصة وفتح باب الاتصالات التي تكلف أموالا لا بأس بها من أجل أن يعني بعضهم بنية صالحة وبعضهم من أجل الربح المادي فقط وطبعا مع وجود هذه الفضائيات والفتوى ما عادت تختص بالمستفتي فقط وإنما يسمعها الملايين في كل مكان اختلف العلماء وأحيانا كثرت الشكاوى بناء على هذه الاختلافات التي حدثت بين هؤلاء العلماء بسبب هذا الاختلاف وبسبب هذه الشكاوى كانت هذه الحلقة لنخصصها حول فتاوى الفضائيات بين النفع والمنع نريد أن نعرف سر انتشار هذه الفتاوى وبرامج الفتاوى على الفضائيات هل لها فوائد فعلا جلبت الناس إليها بهذه الأعداد الكبيرة وهل فيها مشاكل حقيقية أم هي فعلا محدودة هل هناك شروط لمن يتصدى للفتوى في الفضائيات مرة أخرى المفتي الذي يفتي في مسجد يعني مشكلة يمكن مع شخص واحد لكن الذي يفتي في الفضائية ملايين يسمعوه فهل هناك شروط للمفتي هل هناك شروط للفتوى نفسها هل هناك طريقة لإيقاف المشاكل أو منعها وإذا حدثت علاجها هناك أحيانا شذوذ في الفتوى واحد يفتي فتوى يعني ليس لها أصل ولا ليس لها رأي ولا لم يقل بها أحد يمكن إلا النادر من علماء السلفي أو الخلف فكيف نعالج مثل هذه المسجد هل فيها مشاكل أخرى مثل عدم مراعاة أعراف البلاد شخص في الخليج يفتي لشخص في أوروبا يعني أو مشاكل من نوع آخر قد تكون متعلقة بفقه الأقليات في بلد معينة أو في الغرب بشكل خاص هل هي فتوى هدفها التسهيل والتيسير والبحث عن الرخص للناس هل استعملت مثل هذه الفتوى لتجيير الفتوى لمصالح سياسية ولخدمة أنظمة الذين أفتوا دخلوا أحيانا في قضايا تتعلق اشتركوا في القناة